علق الكياس بيدوش حمامك فكرة كتير حلوة وما بتخطر على البال اليوم عنا افكار كتير حلوة بتمنى بتتابع الفيديو من الاول للنهاية لحتى تستفيدي واذا ما استفدت من اول فكرة انا متقدي رح تستفيد من الثاني اوها حتى الثالثي المهم رح تطلع من الفيديو مستفيدة على كل الاحوال حطوا لي لايك من ايدي يكون الحلوين وخلينا نباشر بالفكرة الاولى بداية احباقي متل ما شايفين كل اياتنا عنا دوش بالبات وعندي مشكل كتير كبيرة انه هايدا الدوش ما عم بنزل الماء بطريقة مظبوطة اه له كتير فترة له زمان فمكلس بسبب الماء الكلسية الموجودة عنا سكر كل اياته بطل ينزل الماء بشكل مظبوط اليوم رح نعمل طريقة كتير حلوة لحتى نرجعه احسن من اول احسن من مكان كأنه هلا مش تريينه عندي طبعا هن بيجوا اشكال عندي هيدا الشكل كل اياتهم بيعطونا نفس النتيجة بهيدا الطريقة رح نجيب كيسان هيدا اول كيس وراح جيب كيس تاني وحطن فق بعضهم بهيدا الطريقة هلا رح جيب بيكنك باودر خميرة الحلويات رح حط ملعة واحدة بس او ملعة كواحدة فقط متل ما شايفين وراح ضيف عليها او فيكن نضيف عليها الليمون الحامض او فيكن نضيف عليها الخل الخل الابيض انا عندي يعني متواجد هلا اليوم الخل الابيض فراح حط الخل الابيض مجرد ما اني حط الخل الابيض رح يتفاعلوا مع بعضهم وراح يعطينا مادة كتير فعالة لألع اي مادة متجمدة فراح نحط متل ما شايفين الدوش بهيدا الطريقة وراح نتركوا تقريبا لمدة شي ساعة ساعتا كل هيدا الفوران كله بيدخل الى الداخل الدوش من جوه وبيفك كل التكلسات الموجودة فكرة كتير حلوة احبائي جربوها عندكم بالبيت بحال طبعا عندكم نفس المشك اللي انا عمعاني منها هوني بعد ساعة شفتوا كل عياته فاتوا الى الداخل ورجع احسن مكاني بمليون مرة كمان بنقدر نستخدم هيدا الفكرة للحنفية بحال حنفية مسكرة وحسيتوا مش عم بتنزل ماي اول شي بتفكوها بتشوفوا اذا فيها اا شي نازل بمواسير الماي متل الرمل او شي وبحال اا نضيفة فابسط طريقة انه تعملوها بنفس الطريقة مع الخل والبيكنج باودر عندي الفكرة التانية الفكرة التانية كتير حلوة للرحلات او حتى حلوة هلأ بحال بتكن تعملو مشاوي لحمة اا تشو لحمة اا اا دجاج على البالكون فابسط طريقة احبائي انكن اا شعلوا الفحمة متل ما شايفينه تحطوا عليها القهوة مجرد ما نعمل هيدا الطريقة رح تطلع عدخان ريحته كتير قوية فبحال كان فيه دبان متل ما قلتلكم فيه اا زلائط نحل كلها يتو بيروح اكتر الشي هيدا الطريقة اا نحنا بنعملها وقت نروح على النهار اا هيدا طريقة كتير عملية جربوها احبائي وراح تستفيدوا كتير فكرة كتير حلوة بتاع شفتوا من هيدا الافكار اللي كتير بسيطة بنقدر نستفيد ونسهل حياتنا بشكل كتير بير هلا هو مش عميطلع عندي كتير اا دخان مجرد ما اني حطيت من فوق على الفحمة طبعا الفحمة مفروض تكون انه اكتر من هيك مشعلة بس انا ما شعلتها كتير كلمال اسرع شوية فمتل ما شايفين بتطلع دخان وريحته كتير قوية ريحة قهوة محروقة فهايدا ريحة كتير مزعجة لهيك نوعية من الحشرة خلينا ننتقل لها الفكرة اللي بعدها بالنسبة للفكرة اللي بعدها احبائي عندي هون الحنفية بالليل طول الليل عم بتنقط يعني صار عندي مشكلة وعم بتنقط ومزعج كتير 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 فطول الليل طق طق شي انا شخصيا كتير بتضيق من هيدا الموضوع فاليوم رح علمكم على طريقة بحال مسلا صارت عندكم نفس المشكلة اكيد بكرة رح اغير القلب كلية طول ان الحنفية انتزعت فابسط طريقة حبائي انكم تعملوها تجيبوا حبلة اه او تجيبوا تلزيقة او شي ينربط اه او فيكن تحطوا كيس مسلا اي شي المهم ينربط بقلب الحنفية وتتخلصوا من هيدا الصوت المزعج صوت الماء اه وقت الليل اكتر شي لانو بيقولوا صوت الليل بيودي فبيقوى الصوت فابسط طريقة من حط مسلا جي اه متل ما شفت انا هون عملت جبت تلزيقة وربطة فصارت الماء اه بتنزل على التلزيقة لتحت او اذا بدكن حبلة فابسط طريقة انكم تعملوا هيدا اه الطريقة وساعتها الماء بتنزل لتحت شوفوا الماء كيف عم تنزل من هون شفتوا فعم تنزل على التلزيقة وما عم بتسبب ازعاج ابدا 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 فالموضوع كتير سهل ونحنا بابسط طرق منقدر احباقين سهل حياتنا اه لحتى طبعا اه نكون مرتاحين خلينا ننتقل للفكرة اللي بعدها بما انو عنا كتير 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 غلاء فاضطرت العالم انو تشتري اه الكوش اللي كتير رخيص وهيدا عم بيسبب بحساسية كتير كتير كبيرة لجلدة الطفل اليوم رح قدم لكم فكرة اه لحتى تستخدموا الكوش بطريقة منيحة وما اه يتحاسس الطفل منه ابسط شي منجيب زيت الزيتون زيت الزيتون زيت الزيتون كتير مهم معروف قدي في فوايد بس علينا انو نحط شوية زيت زيت زيتون على الكوش من جوة وساعتها بكل امانة منقدر نحنا اه نلبسه لولادنا اه طبعا بسبب هالغلاء كتير الناس عم بتشتك من الموضوع فهيدي ابسط طريقة لحتى طبعا ده يضل لعننا الكوش مرتب وما يعمل حساسية وجفاف لبشرة الطفل يعني فكرة بس بس رح تفيد كتير من الناس ان شاء الله هيد الفكرة تستفيدوا منها اه وتجربوها لولادكم بحال طبعا اه طريتوا انكم تستخدموا كوشات كتير رخيصة فالموضوع كتير بسيط خليني انتقل احبائي للفكرة اللي بعدها تماني الفكرة اللي بعدها حلوة كتير بما انه هيد الايام ما في خبز بالمرة فاضطرت العالم تشتر طحين وهي تخبز بالبيت واكتر ناس عم بتشتك من الشوبك انه عم بيلزق فيه لطحين لانه ما عش فيه كتير طحين فالعالم يعني ما عم تضطر انه تعجن العجين شوي فما عم بيكتروا كتير طحين على الشوبك كمان ما يلزق ففيه حنا فكرة انه نضهنوا بالذات مجرد ما انه نضهن الشوبك بالذات فموضوع كتير حيصير سهل علينا ومش حيلزق بقى بالعجين كمان فكرة كتير حلوة كمان فكرة بسيطة رح تفيد كتير من الناس جربوا الطريقة وراح تدعولوا فاكيد ما تتركوا الطريقة عنكن خلوا الطريقة اه تنتقل لغيركن خلينا هلأ ننتقل للفكرة اللي بعضها بحال مسلا ما في عندكن وردبين خاصة اه لوضع القهوة مسلا فيها لوضع السكر لوضع الرز فيكم تستخدموا طريقة كتير بسيطة بيضل المونة او القهوة بيضلوا بقلب الكيس بقلب كيسون ومنجيب نعملهم بحيط الطريقة اهمشين ظاهر الهواء لانه يتضل الهواء داخل كيس القهوة مسلا رح تتغير طعمتها فابسط طريقة نعملها بها هيدا الشكل ومنجيب ملقط مشبك ومنعلق بهايدا الطريقة مسلا شفتوا طريقة كتير سهلة وبتنحط بالبراد او بتنحط بالزرفي بالمطبخ يعني فكرة كمان كتير بسيطة وكمان عملية يمكن في ناس رح تعجبوا النسلة الفكرة الاخيرة معنا كنا مرة عم نعجن وللأسف ولادي ضيعولي الشوبك طلع اخر شي مقبوب كبينه عن البرندة على الحقلة فطلعت بفكرة انه حطيت ماء بقلب القنينة وقدرنا نعجن انا والعائلة او نمد العجين بهايدا الطريقة كمان فكرة مهمة جاربوه هلأ بدي ودعكم الى اللقاء اشتركوا في القناة